مهم جداً نروح نشوف مستر بيترس كارتيرون أهل إيه في المؤتمر الصحفي خلينا نروح نشوف هو السؤال بيقولنا إن في الإمبارات الأخيرة كان الأداء الفريق ما كانش مرضي بشكل كبير وإنت عملت إيه عشان تعفت عليك ده فأضع عليه قاله في الإمبارات الأخيرة كفي العيبة دولين راحت لعبة مع فرقة ورجعت ورجعت فدول يعني ده مش معيار نقيس مستوى الفريق في المتشاط الأخيرة التي الإمبارات النهائية لها حسابات مختلفة وأنا بعد نشتغل على العيبة عشان أفايقين وأعتقد أنهم أفايقين بدنياً وفنياً خصوصاً إن أي فرقة في العالم فيه فترة بينزل المستوى وسعادة بتاعلى فده ما قدرش أحكم الفرقة مستوى عطول نيزة عشان كام بلتش الأخانين كان الأداء مش كويس أفتر أن تتحدث عن السيكوريتي في ستاديوم في راداس أفتر أن تتحدث في السمي فانال طالعينوا بالحسابات نعلم أن هناك الكثير من مشكلة في تونيزيان فتبول ونحن نتحدث عن الأوليغان ما أرى في هذه المساعدة كان مرحباً ولكن أعتقد أن راد نصر مهر سوف يفعل كل شيء للحسابات 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 مع المساعدة وليس مع الناس في ستاديوم الذين يريدون أن تتحدث عن المساعدة وليسون عن المساعدة السؤال الثاني والثاني من السؤال لأن هناك مشكلة في التراجي الأغسطس وليس أن تتكرر مع لحبتك يعني في المتش العودة قال هذا طبعاً أجواء كوية القدم وتحصل في تونس لكن كل ما يتمنان وزارة الدفاع والنسية تكون موجودة والدافع وتخلي الجو كويس وتخلي الجماهير الموجودة في الملعب جماهية كوية القدم حقياً مش جماهير الناس عاديين جايين عشا يعملوا مشاكل في المغربنا حسناً أحسناً أحسناً لأننا نعرف أننا نعرف أننا نعرف أحسناً كلهم نعرف المتشاط المهمة كل مهتم بالتفاصيل الصغيرة إن طبعاً الفارق بيبقى في تفاصيل الصغيرة أحسناً لأننا نعرف أننا نعرف في المتشاط المستقبل أننا نعرف كل مهتم بالتفاصيل ونحن نقوم بشكل من المنشاط لأننا نعرف لمشاكل مباراة من غير مشاكل بعد ذلك نفعلها من قبل أن أترى نفعل الوصول هذا مباراة ليس عاداً لأننا نحن قلد ونحن نحن نكون أورونا أنه نحن قد تستمين أخرى نعود على مرات تشعر بعد هذا القرار بأن أثناء في جنوان مع بعض تحديد وعضاء للمشاهدين ومعرفة الأشخاص وأنا جميل جميل عمرارة في جنوان مع كثير من المجمع وانت نحو جدا وأخيان أنا سعيد جدا بوكة حلعب وسط جماهير 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 إستحق تحضر وشوف فريق بتلعب في النهائي وستحق لو تعيش معنا لحظة جميلة أنا سعيد جدا حلعب النهائي على أرضي وسط جماهير وغميها أكون موجودة وحدة في الستد س Save me Really and I hope we'll be able to win the game I am happy to play here tomorrow And my players are all hopeful And I'm sure we are going to play a very good game tomorrow On the final game tomorrow Considering that I say that our players deserve And our fans deserve that we will be playing a Fantastic stadium full because 60,000 people will be there tomorrow ونا نستطيع العمل في مستدعون في مستدعون الكثير من المسلمين ونحن لا يمكن أن يجد المتواجدات ونحن نعيد بإعادة هذا لنا ونحن نعيد في مستدعون المعنى أخبرتهم سأخذ إلى الثانية سأخذ إلى الثاني ماذا تفعلون بسيطة؟ سأخذوا بكاً كبيرا بكاً من تنزي